أهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن مباراة الأهلي والبيرامدزر بالتأكيد شغل كل جمهور الأهلي خلال هذه الفترة ويقمت مباراة الجولة التمنى خاصة أن الفريتين هم متصدرين الدوري منذ فترة وحتى الأسبوع العاشرة ومباراة مؤجلة من الجولة التمنى طيب أنا كنت أتكلم قبل ما أطلع الفاصل على عدد مباراة الأهلي خلال هذه الفترة من أول ما بدأ المشوار في 5 فبراير لغاية النهاردة وإحنا بنتكلم في 8 مارس يعني بنتكلم في حوالي شهر ويومين أو شهر وثلاثة أيام كل الفرق أقصى عدد المباراة اللي لعبتها في الفترة دي من 5 ل 6 ماتشاط يوم ما فيه فرق لعبة ماتشاط أكتر 6 ماتشاط ممكن نتكلم في بيرامدزر ممكن نتكلم في الزمالك عشان لعب مباراة إفريقية طيب الأهلي لعب كم ماتشاط؟ الأهلي لعب 9 ماتشاط من 5-2 لـ 8 مارس ثلاث ماتشاط كاس عالم أندية وده مستوى وليفل بعيد تماما عن المستوى بنتكلم عنه دولة في الدورة المحلة وبنتكلم مع ثلاث مدارس مختلفة منتريل مكسيكي بالمراس البرازيلي الهلال السعودي ثلاث مباراة دورة أبطال إفريقيا ساند آمز والمريخ والهلال منهم مباراة كانت خارج مصر كانت بتلاقي فيه ملعب الهلال في السودان وثلاث مباراة في الدورة العام منتكلم عن المقصة وفاركو والنهار ده مباراة بيراميدز وبالتأكيد هي مباراة قوية وكانت فيها منافسة قوية جدا وانها مباراة كانت خارج القائرة اتلعبت في السادة الأسكندرية أمام فاركو هكلي فريق في مصر لعب الكم ده من المباراة مش هتلاقي ومع ذلك بتلاقي حجم الانتقاض للجهاز الفني وللعبها كبير جدا رغم أن الأهلي محليا عامل نتاج محدش في الدورة المصر قادر يعملها مكسب بالأربعة وبالخمسة على فرق عديدة وكثيرة ومنافسة بشكل كبير جدا للنادي الأهلي في الدورة ممكن بطولة إفريقيا نتاج مش ولابد في الفترة الأولى خلال الدور الأول من دور المجموعات لكن إن شاء الله الانطلاقة مع سانداونز أنا على المستوى الشخص المتوقع الأهلي إن شاء الله هيعمل مباراة كبيرة وعيبقى فيه يعني قامباك مهم جدا للأهلي خلال التلت مباراة القادمة سواء مع سانداونز أو المريخ أو حتى الهلال فبالتالي وإحنا بنتكلم وقدمنا المعطيات لازم نبص على عدد المباراة التي تلعبوا في المدة الزمنية القصيرة دي ولسه بنفس الحجم ده خلال الفترة الجاية وهيتبقى أصعب كمان من الفترة السابقة